اهلا بكم من جديد قال حساب معتقل الرأي المهتم بالحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية قال ان السلطات الامنية في المملكة شنت حملة اعتقالات جديدة خلال الساعات الاخيرة مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة فيروس كورونا وقال حساب معتقل الرأي ان الاعتقالات طالت عددا كبيرا من الناشطين في المجال الاعلامي ومن بينهم منصور الرقيبة وذلك على خلفية تغريدات قديمة له عبر موقع تويتر طالب فيها بالافراج عن المعتقلين وهو عضو في منظمة مسك التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما اعتقلت سلطات السعودية الناشط السعودي محمد الجديعي من دنيا تقديم اي سبب لاعتقاله فضلا عن اعتقالها الناشط ماجد الغمدي وهو طالب دكتوراه من دون تقديم سبب واضح ايضا فيما لم تتبين اسماء المعتقلين الاخرين كانت السلطات السعودية قد نفذت حملة اعتقالات قبل ايام قليلة استهدفت نشطاء اخرين في مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من المطالبات الحقوقية بالافراج عن المعتقلين في السجون السعودية خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وينضم الينا عبر سكايب من لندن الدكتور سعد الفقيه رئيس حركة الحركة الإسلامية للإصلاح من لندن دكتور سعد أعلم بك معنا ولو لديك معلومات أكثر عن ما تقوم به سلطات السعودية مؤخرا من اعتقال عدد من الناشطين تفضل مرحبتين مرحبتين الاعتقالات أختلف قليلا مع المعتقل الرأي الاعتقالات لم تتوقف قبل أزمة كورونا ولم تتوقف عبدا لكن بعض الأحيان تأتي موجة لمعتقلين مشهورين فتعرف ولكن الحقيقة أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ويعتقل عدد من الناس ولكن هذه المرة ربما استودف عدد من الإعلاميين الذين يكتبون في السوشيال ميديا بعد أن قرر محمد بن سلمان أن يغلق بقية الباقية من الهامش لهذه المجموعة وهي حقيقة تصرف يضره أكثر ما ينفعه حتى بالمفهوم القمعي حتى بالمفهوم القمعي يضره أكثر ما ينفعه يخدع بها الناس أما إذا أبقيت الذين يولون موالا مطلقة بشكل قبيح فلن يبقى لك جمهور أبدا دكتور سعد عفوا في السؤال هل لازال هناك أحد في السعودية معرض للاعتقال نحن لا نسمع أي صوت في السعودية سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير وسائل التواصل الاجتماعي أتحدث بالطبع عن الداخل فلماذا يعتقل أو ما زال يعتقل النظام السعودي من الأساس؟ أدوان مجموعة من الناس لهم تغريدات قديمة قبل عشر سنين قبل 13 سنة يمكن مدحه أردغان ولا تعاطفه مع الثورة السورية والثورة المصرية بعبارات عامة حسبت على حساب النظام أيام ملك عبد الله أيام ما كان هناك شيء من الانفتاح فيلاحقونا ويكون هناك جناح جناح داخل من المحيطين محمد بن سلمان قد ترصد بهم فيستمتع بأن يؤذى أمثال هؤلاء هم ليسوا ضد النظام بالعكس هم موالون بقوة النظام وموالون من محمد بن سلمان ولكنهم نسوا أن لديهم تغريدات كان يجب عليهم أن يعتذروا عنها لماذا النظام يعود لأناس كتبوا تغريدات من سنوات طويلة ويقوم باعتقالهم الآن في هذه اللحظة حماقة حماقة هي قضية أنه دائرة أنه ضيقنا الدائرة في البداية نعتقل الذي يعرضنا بصراحة ثم نعتقل من يرفض أن يوالينا ولكنه لا يعرضنا ثم نعتقل من صدرت منه عبارات ليست صريحة ولكنها فيها مبطنة بالمعارضة ثم نعتقل الآن الذين لهم تغريدات قد مر عليها عشر سنين أو أكثر يعني النظام إذا كان النظام وطني مستبد ولكن لديه مشروع وطني مثل هتلر وستالين وكوريا الشمالية وصدام حسين ماشي قد يقبل الناس أن يقوم مع الجميع لا يبقى إلا من يقف مع النظام لأنه كمشروع وطني الدولة قوة عظمى مثل روسيا وهتلر وغيرها لكن إذا كان النظام مستبد استبدادا فرديا والدولة ركيكة وتابعة لغيرها تتبع أمريكا وغيرها فأنت فنحاكم بحاجة بحاجة لمن لهامش صغير يطوع به الناس بعض الأنظمة عملت مع فيروس كورونا فأفرجت عن عدد كبير من السجناء والمعتقلين حدث هذا اليوم في الجزائر وقبل ذلك في الأردن ودول أخرى للحقيقة لكن يبدو أن النظام السعودي له وجهة نظر أخرى في التعامل حتى مع فيروس كورونا واستخدامه لصالحه بشكل أو بآخر هل هذا صحيح دكتور؟ أولا مفهوم العامل الإنساني يعني غير وارد في الحكم في السعودية العامل الإنساني لا يعتبر بالعكس معاملة الناس ممسوح منها العامل الإنساني ثانيا النظام قلق من نتائج كورونا كسمعة لذلك يتكتم على حقيقة الأمراض والمرضى ولوفيات التي تعتبر بعشرات الآلاف الآن والآن أحياء كاملة في مكة والمدينة مغلاقا كاملا ولولا أن العداد بالآلاف لم تكن هذه الأحياء التي تغلب وثالثا هناك نية لإطلاق صراح المجرمين الحقيقيين يعني مجرمين المخدرات مجرمين القتل شبه العمد هذه مواتفقة بوثيقة إن نشرت وعنات في السوشيال ميديا مجرمي التحرش مجرمي التزوير والتلاعب بالمال العام هؤلاء الآن أطلق بعضهم والبقية في الطريق لإطلاقهم أما سجناء الرائب فبالعكس المزيد من الاعتقالات وإن أصابتهم كوليرا فإلى حيث ألقت ولذلك نحن قلنا أن مجرد إبقاءهم في السجن هو شروع في القتل حتى لو لم يصابوا إذا نويت القتل إذا وضعت أي شخص في ظروف قاتلة فأنت شرعت في القتل حتى لو لم يصابوا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح كنت معي عبر سكيب من لندن